اهلا بكم في فيديو جديد وبرفان جديد هنتكلم عنه النهاردة وهو منسيرا انستانت كراش هنتكلم عن البرفان ده بالتفصيل في الدقيقة جاية واقول لك هل تجيبه ولا لا بس الاول اللي هاريت لو مش عمل ترزع الخمفارة واحدة وكتب لي تحت في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني هتكلم عنها وعملها او فيه برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل لو انصحك انك تقيب مين فيهم دلوقتي برضو الخمفارة على الانستجرام وكيف ريجرانس دلوقتي متاح الشحن اللي جميع انحاء العالم ويلا بينا نبتدي الفيديو نبتدي فيديو النهاردة بمنسيرا انستانت كراش باول حاجة تعرفها عن البرفان ده قاله وهي ريحته عاملة ازاي اه ريحت البرفان ده باختصار وبوضوح عاملة يعني او مشابهة لبكرة روج فايف فورتي البرفان ده تحس ان هو يعني هو يصنف ان هو ولكن في جدال كبير جدا ان هو ريحته حريمي اكتر منه رجالي وانا الى حد كبير اتفق مع هذا الجدال يعني او او الادعاء لان البرفان ده لما بتجربه بتحس ان هو ريحته مائعة شويتين تلاتة فالبرفان نوتاته يعني شوية وتحس ان هو بتاعه كويس ولكن مشكلتي مع منسيرا ان النوتات اللي بيستخدموها صناعية وهو مزعجة ده على جميع البرفانات اللي انا جربتها من منسيرا سواء منسيرا ريت تباك ورحته بتجيبلك الغثيان منسيرا سدرات بوازية تحس ان هو ملزق في بعضه ده برضو نفس الكلام فهو يعني مش بقول الجودة وحشة ولكن بقول المكونات صناعية وصارخة فالبرفان تحس ان هو يعني ممكن ما يعجبش معظم الناس وحتة ان هو يوني سكس او يعني يصلح للجنسين وميل شوية ان هو يبقى حريمي دي هتبقى نقطة توقف شوية عنده ولازم انت تجربه الاول ولازم تقتنع به ولازم تشوف هو مناسب لزوءك الشخصي ولا لأ قبل ما تشتريه وتلبس فيه لان هو ده يعني ماهوش امن قوي لكل الناس ومش مناسب لكل الناس ويعني باختصار ريحته عاملة زي بكر اروش نروحي التاني حاويت اعرفه عن ده ها لو ها تستخدمه امتا وفين وازاي هو ده يعني بيعتبر ان هو جدا لان انت ممكن تستخدمه في اي وقت من اوقات السنة ولكن هو ميال اكتر لاستخداماته الانسب في الفصول المعتادلة يعني الدنيا اللي هيحر قوي ولا هيسعع قوي الربيع والخريف هيبقوا كويسين هو ميال حتى ان هو يبقى ربيعي اكتر منه خريفي لان الخريف بيبقى في لسعة برد الربيع بيبقى في لسعة دفء شوية فهو مناسب اكتر للربيع ولكن في المجمل ممكن تستخدمه في اوقات كتير ومناسبات كتير ولكن زي ما قلت لك حتة ان هو ميال شوية ان هو يبقى حريمي دي يعني يخليك حذر فيه اه لو عايز تستخدمه عندك يعني التصالح مع نفسك ان انت تستخدم البرفان ده يبقى خلي بالك في المواقف اللي انت بتستخدمه فيها عشان ما تجيبش لنفسك الكلام وتثير الشبهات لان البرفان احيانا في بعض الناس على طول بتصنفه ان هو ايه اللي انت عامله في نفسك ده. فيعني خلي بالك من النقطة دي البرفان ده مش امن قوي في استخداماتك اليومية ولكن كنحية فصول يعني هو البرفان مناسب لمعظم الوقات الجو فيها معتدل وممكن تستخدمه بالليل او بالنهار. نروحي الى ثالث حاجة مع البرفان ده اه لو هي نقصة الاطراءات او عامل الاطراءات بشكل عام يعني هل البرفان ده بيجيب لك اطراءات من السيدات او من الناس بشكل عام ولا هيخزي لك. اه مش عارف اقول فيه ايه في صراحة يعني هو هو ممكن يجيب لك كلام ملوش لازمة. اه البرفان يعني هو زي بكرة الروج ولكن بكرة الروج فيه يصلح لبعض الرجال. بس في المطلق هو يصنف برضو ان هو ميال شوية للحريمي. فالبرفان ده زاد على الموضوع ده شوية او يعني خد الموضوع ده في حتة الحريمي شويتين كمان. فيعني خلي بالك ان هو ممكن يجيب لك تعليقات ما تعجبكش. بس ممكن يفتح تعليقات وخلاص. فانت لو عايز يجي لك منه تعليقات وخلاص يبقى ممكن تستخدمه. لو مناسب لك ان البرفان ده يعني يبقى ممكن استخدامه او ممكن عندك الجرء ان انت تستخدمه حوالين رجال يبقى ممكن البرفان ده يعني جود لك مع كده يعني. بس اه هو في المجمل مش برفان يعني تتوقع منه اطراء كتير ولكن تتوقع منه كومنتات كتير. تتوقع منه تعليقات كتير. في ناس هتبدي يعجبها بالبرفان وفي ناس هتبدي تساؤلاتها عن انت ليه رشش البرفان وهو ريحته عاملة كده. فيعني دي حاجة ترجعلك انت والتقييمك الشخصي تاني. نروح لأهم حاجة واهم ميزة مع البرفان ده الا وهي الاداء. اداء البرفان ده قوي جدا انت بتتكلم في عشر احداشر اتناشر ساعة مستريح والفواحان بتاعه بيبقى قوي وهو بيبقى فضيحة وفضيحة لزق فيك. فالبرفان ده خليك حازر جدا معه لان قوة الاداء هنا مش في صالحك لان ريحة البرفان مش مستساغة قوي من معظم الناس. فلو البرفان ريحته مش مستساغة وبيعه كتير وبيفوح كويس فكده يبقى انت عامل يعني خلطة ان الناس كلها هل ترتفت ليك بس مش بالطريقة اللي انت تتمنها. فيعني حتة الاداء كويسة ما اقدرش اقول حاجة خالص عن الاداء ولكن لما تحطها جنبا لجنب مع ريحة البرفان اللي احيانا عليها جدال. فيعني خليك حازر شوية. اخر حاجة خالص مع البرفان ده لو هي سعره هل انصحك انك تجيبه ولا لأ سعر البرفان ده بيتراح ما بين تسعين لمية وعشرة دولار على حسب انت فين وتجيب اني حجمه والكلام ده كله. ولكن في المجمل البرفان هتلاقيه متوفر يعني بفقوش مشاكل هلو انصحك انك تجيبه ولا لأ اعتقد يعني كلامه قاضي الفترة اللي فاتت دي كلها ان هو ما بشجعكش قوي ان انت اجيبه ولكن اشجعك لو انت يعني بتحب المغامرة شوية جربه الاول قبل ما تجيبه وشوف لو هيبقى مناسب لشخصيتك توقع على الله وهاتو وما الموضوع مالوش كتالوج والحكاية كلها ازواء يعني لو ده ازواءك يبقى لك كامل احترام التقدير. ولكن آآ حتة ان انت يعني تجيبه انت مش عارفه خالص يبقى انت كده في ريسك جامد قوي ان انت هتلبس لابسك كويسة مع البرفان ده. فخليك حذر معاه نصيحة ليك جربه الاول وتأقلم معاه قبل ما تشتريه. اشتركوا في القناة